تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم والذي يقيم تحت شعار كأس الفرسان بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تشجيع الفرسان في هذه المشاركة عبر متابعة سموه المستمرة لمراحل السباق وتوجيهات سموه الدائمة للفرسان في المراحل خلال البطولة التي شهدت مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اعتزاز الفريق الملكي بهذه المشاركة في البطولة التي تحظى برعاية ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعى ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي وصلت إلى مراحل من التطور الكبير عاما بعد الآخر وأصبحت إحدى البطولات العالمية الكبرى والتي يحرص من خلالها الفرسان على كتابة اسمهم بأحرف ذهبية عبر المنافسة القوية والتواجد على منصات التتويج وأوضح السمو الشيخ ناصر بن حمد الخليف أن المشاركة البحرينية عبر الفريق الملكي للقدرة سجلت علامة إيجابية واستفادة للفرسان من حيث التعرف بشكل أكبر على الأرضية الرملية الكثيفة خصوصا أن الفريق مقبل على مشاركات خارجية قدمة تستوجب تحقيق كامل الاستفادة من هذه البطولات المهمة مبينا سموه إلى أنه على الرقم من عدم اجتياز فرسان الفريق الملكي المراحل إلى أن الفرسان حقق استفادة جيدة بشكل عام وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود البرزة التي بذلتها اللجنة المنظمة في إخراج البطولة بأفضل مستوى تنظيمي مقدما سموها التهانية للفرسان الفائزين بالمراكز الأولى هذا وكان الفريق الملكي قد شارك في البطولة التي شهدت مشاركة مئتي فارس وفارسة يمثلون ثلاثين دولة حيث تواجد خمسة فرسان بحريني في البطولة هم رائد محمود وعبد الرحمن الزايد وعثمان العوضي ومحمد عبد الصمد وعيسى السندي وتعرضت جياد الفريق الملكي لعدة إصابات في المراحل ما أدى إلى خروجها من الفحص البيطري هذا وفاز بالمركز الأول فيرير فيدريكو من الأورغواي والمركز الثاني ريفيرو أندريس من الأورغواي أيضا والمركز الثالث تشازيل مارجوت من فرنسا ترجمة نانسي قنقر